من فيض تراتي للأنفاس بالشوق ويجمعها الإحساس وحديث الجمعة يتجلى ادعو للخير قلوب النار الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مرحبا بكم مع حديث الجمعة إن الجود خلق معاشر الأحبة لا يقوم به إلا الواثقين بعطاء رب العالمين الذين يجودون على عباده فيجود الجواد جل وعلا عليهم ويدفعون من أموالهم ولسان حالهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن الإحسان إلى الخلق يستمطر إحسان الخالق ولذلك الله يحب من عباده المحسنين ويحب من عباده الباذلين ولذلك بعض النعم عندنا ما أبقاها الله معنا إلا لأننا نجريها على عباده فلو أمسكنا لأمسك الله عن عطائنا الجود والكرم خصال تربى في نفوس الأبناء وتنمى بشرط أن يروا فرح الأب والأم بالإحسان إلى الناس أحسن الله إلينا وقال لنا في الحديث القدسي أنفق يا ابن آدم أنفق يا ابن آدم ينفق عليه ليس في الكرم سرف إن كان في وجهه ليس معاشر الأحباب السعيد من يعيش لنفسه إنما ذاك الذي يرى أن كل مسلم له حق عليه وهو لا حق له على أحد سعيد هذا أبناءنا حتى يكرموا الأضياف وحتى يكرموا من يعرفون ومن لا يعرفون وحتى تجري الخير على أيديهم لابد أن يروا نماذج سامية من أب وأم يفرح بالضيذ فيه إذا أقبل ويفرح بالطعام إذا خرج ويفرح بالكساء إذا رأى ذاك الكساء الجميل أغير البالي ولا القديم يكتسي به مؤمن ما كان يظن أنه يملك مثله لولا أن الله أجرى رزق ذاك على يدك البيوت التي يخرج منها الخير للناس والإحسان إلى الناس ومن الإحسان الصدقات هذه البيوت يخرج الأبناء فيها غير مشوهين غير أنانيين نحن بين أسرة لا تعرف الفضل للناس ولا تحسن إلى الخلق وبين أسرة أحيانا يكون الأب فيها مسرفا في غير حق يبذر المال بدعوة الكرم فأحنا لا أريد هذا المشوه ولا ذاك الشحيح البخيل إنما أريد الذين يتوسطون الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا يقتروا وكان بين ذلك قواما أذكركم أن البخل والشح ليست من صفات الأخيار الله عندما خلق جنة عدن بيده جل وعلا أقسم سبحانه فقال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل فلا تكن بخيلا ولا تعلم أبناءك الأنانية والشح فإذا كبروا أول من يبخل عليك أنت ويا شح ويحب الدنيا أكثر من حبهم لك فعلموهم البذل وعلموهم الرحمة حتى يعيشوا في سعادة لأن السعادة تسكن في قلوب الباذلين وتسكن في قلوب المنفقين وتسكن في قلوب المتصدقين وتسكن في قلوب أهل الجودي نعم إنها تسكن هناك لأن السعادة بذل وعطاء كالعطر إذا طيبت الناس منه بقي في أنا ملكا أنا ملك منه شيئا وشذا أستودعكم الله اشتركوا في القناة